طيب الشق الثاني هي المباراة حتى هذه اللحظة بطاقم تحكيم مصري بنسبة تسعة وتسعين وتسعة من عشر ليه بسيب واحد من عشر حدش عارف الظروف ممكن تحصل إيه خلال اتنين وسبعين ساعة اللي جاية دايماً القرى المصري بيبقى فيها مفاجئات لكن طاقم تحكيم مصري هل ممكن أقول المباراة كان الأفضل يديرها تاكم تحكيم إفريقي عربي أجنبي طيب أنا مش أقول وجهة نظر لكن أقول معلومة إيه هي المعلومة واحنا مش في شهر 11 عندنا تصفيات كاس العلم وعندنا جولتين الجولة الخامسة والستسة ففي حكام بقى من المغرب وتونس والجزائر وجنوب أفريقيا وكل حكام النخبة متوزعين على مباراة تصفيات كاس العلم الجاية طيب ما تيجي نشوف كده ونعمل جولة نشوف حكام كاس العلم اللي جايين أو التصفيات اللي جاية هل في حكم مصري ولا ما فيش لأن لو ما فيش حكم مصري طيب ما لنغامر ونجيب حكم مصري في بداية دوري وكان ممكن تحصل مشاكل أو تبقى المباراة فيها ضغط على حكم مصري في التأويت الحال وكان الأفضل يكون حكم أجنبي مش شرط الفلئتين يطلبوا اتحاد الكرة يمكن بغض النظر عن الاستثناء اللي حصل السناء اللي فات طيب كان معروف أن مباراة القمة بيديرها دايما حكام أجانب وده معروف من زمان لكن هنعمل جولة ونشوف الحكام اللي هديره في تصفيات كاس العلم مين أبرزه أنا مش رايح ناحية أوروبا خالص أنا بتكلم على قرة إفريقيا اللي كان الحكام موجودين في مصري خلال الأيام القليلة الماضية ولو كنا فكرنا فيهم كان ممكن حكم منهم يستمر ويدير المباراة يوم الجمعة الجاية طيب عندنا مباراة قمة غانا وجنوب إفريقيا في الجولة السادسة لتصفيات كاس العلم دي مباراة كبيرة مين هيدرها الحكم الدولي السنغالي ماجيد نضاي طيب نروح لي مباراة تانية نيجيريا والرأس الأخضر مهمة في التصفيات والفرقيتين به نفسه على التأهل هيدرها حكم جزائري وهو مصطفى غربال طيب نروح لمباراة تونس وزنبيا ومباراة فيها تنافس مباراة فرقيتين من قمم القرى الإفريقية هيدرها حكم البروندي بسفكة ندى بيها اللي أدار نهاء دور أبطال إفريقيا بين الأهل وقايزر تشيفز نروح لمباراة المغرب وغينيا هيدرها الحكم الدولي البيتسواني جوشوا بوندو نروح لمباراة غينيا الاستوائية وتونس في الجولة الخمسة هيدرها الحكم المالي بوبوتراوري طيب نروح لمطش بركينة فاسو والنيجر حكم مغربي سمير القزاز حتى هذه اللحظة ممكن نتغير لأن الجزائر معترضة لكن هنشوف الفترة اللي جاية طيب في مباراة جيبوتي والجزائر حكم من بنين بالمناسبة مصر الجابون هيدرها حكم تنزاني إن شاء الله في الجولة الأخيرة اللي هتتلاقي في مصر الساعة 3 يوم 16 نوفمبر حكم من تنزانيا اللي هيدرها هذه المباراة طيب مباراة الجزائر وبركينة فاسو ودي آخر مباراة في الجولة الستة وهتبقى قمة التصفيات في ظل إن الفريتين خلاص يعني على وشك التأهل إلى المرحلة الأخيرة هيدرها الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز أنا لغاية دلوقتي بتكلم في مباراة كبيرة ومهمة مش شايف حكم مصر طيب بتكلم على مباراة الرأس الأخضر وأفريقيا الوسطى هيدرها الحكم الغاني اللي قدر مباراة الأهلي وبطل النيجر الحكم دانيل لارية هو الحكم الغاني هيدرها هذه المباراة طيب مباراة ليبيا وأنجلوف مجموعتنا هيدرها حكم موريتيني وطبعا طبيعيكم مش حكم مصري عشان دي في نفس المجموعة معنا طيب آخر مباراة معاية وهي مباراة تحصيل حاصل الفريتيني خرجوا من التصفيات ترتيب المركز مش هيفر كتير هي مباراة غينية وغينية بيساو هيدرها الحكم الدولي المصري محمد معروف ضمكوا على الشاشة ده خطاب التكليف من الاتحاد الدولي هي تصفيات كس العالم بتتبع للاتحاد الدولي لكرة القدم فبالتالي هيدرها حكم مصري ومحمد معروف وطاقم تحكيم مصري في هذه المباراة لكنها هي مباراة تحصيل حاصل وبالتالي ما فيهاش تنافس ما فيهاش قوة كبيرة طيب يبقى إذن أنا ببدأ معاكم أشوف مدى الاهتمام بوجود حكام مصريين في المراحل الحاسمة من تصفيات كس العالم أنا استعرضت حوالي ما يقرب من 12-13 مباراة في المرحلة اللي جاي وده أكتر من حوالي نصف عدد المباراة في الفترة الجاية ما فيش غير محمد معروف في مباراة تحصيل حاصل